تطورات ميدانية متسارعة تشهدها أوكرانيا في اليوم السادس للغزو الروسي فبعد يوم من محادثات بين الطرفين لم تفضي إلى شيء شهدت بعض المناطق قصفا كثيفا لمبانية حكومية وتاريخية أشرح ذلك على الخريطة ربما أسهل المناطق التي ترونها باللون الأحمر هي المناطق التي دخلتها القوات الروسية حتى الآن المناطق الأخرى هي تحت سيطرة الأوكران أظهرت أحدث الصور التي التقطتها شركة ماكسر للتصوير بالأقمار الصناعية أظهرت قافلة ضخمة من المدرعات الروسية من إيفان كيف تتجه نحو العاصمة كيف يبلغ طولها 65 كم تقريبا وصلت إلى مطار هستوميل هذا هو المطار هذه النقطة مئات المركبات المدرعة الدبابات المدفعية عربات الدعم اللوجستي إذا أرأيتكم هذه الصورة من الأقمار الصناعية تشاهدون هذه الازدحامات على هذا الشارع كلها عدد كبير من المركبات متجهة من إيفان كيف هذه الصورة أيضا من الطرف الجنوبي للقافلة بالقرب من مطار هستوميل أيضا تتجه هذا الطريق طبعا يفضي إلى كيف كله مركبات روسية على هذه الشاكلة إذا قسنا المسافة بين هذا المطار وبين مركز العاصمة نصف المدينة هي 27 كم فقط قبل قليل حذرت وزارة الدفاع الروسية سكان كيف من الابتعاد عن مباني المراكز التقنية التابعة للأمن الأوكراني لأنها ستقوم باستهدافها لمنع الهجوم المعلوماتي ضد روسيا على حد قول وزارة الخارجية ويتوقع خبراء عسكريون هجوما روسيا كبيرا على عاصمة بعد المحاولات الفاشلة في الأيام الماضية يتوقعون أيضا أن تكون معركة السيطرة على كيف طويلة جدا بعيدا عن كيف هناك تقارير عن محاصرة القوات الروسية لمدينة خرسون خرسون تقع بالقرب من جزيرة أو شبه جزيرة القرم فبالتالي من السهل دخولها بنسبة للجانب الروسي نأتي إلى ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا فشهدت اليوم قصفا عنيفا على مركز المدينة وساحة الحرية هي خاركوف خاركوف تم قصفها بالصواريخ وطبعا ساحة الحرية تشكل المركز التاريخي للمدينة أدى القصف إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل وجرح عشرين آخرين تسبب أيضا بأضرار كبيرة في المباني في الفيديو تشاهدون لحظة سقوط الصواريخ على مركز خاركوف والأضرار التي لحقت بالمنطقة ننوه إلى أن المشاهد قد تكون قاسية للبعض اشتركوا في القناة خاركوف كانت قد تعرضت لقصف عنيف أيضا يوم أمس أدى إلى مقتل وجرح العشرات هذه بعض المشاهد من قصف يوم أمس رئيس الأوكراني زيلنسكي يتعلق على قصف مدينة خاركوف بالقول قصف الساحة المركزية هو إرهاب صارخ غير مخفي لن نغفر ولن ننسى ضربة على خاركوف جريمة حرب هذا إرهاب دولة من جانب روسيا شكرا لمشاهدتك تريندينغ سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها ترجمة نانسي قنقر